يعني السيد الرئيس تحدث حتى بما فيها الضرائب ملف يمكن خلينا نقولها على مستوى عدة سياسات جزء مرتبط بالسياسة المالية وبالأخص ملف الضرائب وده يمكن كان جزء منه مرتبط بمجموعة كبيرة من القرارات والحوافز اللي بدأت من 21 مارس الماضي مرتبطة بإعفاءات في الجانب الضرائبي وبالأخص كمان بالنسبة لقطاع الصناع على وجه التحديد لأن القطاع ده يمكن نواجه كتير من التحديات الكبيرة جدا والصعبة فعشان كده الدولة بتحاول أنها تقدم له مجموعة من الحوافز أبرزها طبعا الجانب الضريبي بجانب كمان إزاي أن يتم تقديم استثمارات بحوالي 10 مليار دولار سنويا على مدار 4 سنويا يعني بنتحدث عن ما يقوم من حوالي 40 مليار دولار كاستثمارات مشتركة وده جزء مهم جدا أن الدولة في ظل تحقيقها لمناخ الاستثمار أنها كمان تكون بتوجه المستثمية تجاه القطاعات الاقتصاد الحقيقي اللي هي متابطة بالصناعة والزراعة طيب ما وهنا أنا عايزة يعني نشرح أكتر يعني مثلا فكرة القطاع الخاص والتعامل ومشاركة في الأصول المملكة للدولة يعني عايزين ندرب أمثلة كده علشان يعني نقترب للناس أكتر الفكرة كلها أن الدولة يمكن تحركت خلال السنوات الماضية على مجموعة من الملفات الجزء كان مطابق بأصول الدولة غير مستغلة إزاي أن يتم استغلالها استغلال أمسل وده عن طريق مشاركة مع القطاع الخاص عملنا أو دشنا صندوق مصر السيادي وده كان جزء مهم جدا أن هو يكون الضراع الاستثماري للحكومة والدولة يقدر أن هو يتعامل بشكل أكبر مع القطاع الخاص ويقدر أن هو يجذب مستثمين سواء كانوا محليين أو أجانب ونجح يمكن بنسبة جيدة جدا في ظل التحديات اللي شفناها سواء كانت تدعيات كورونا أو حتى الأزمة الحالية في أن هو يستقطب جزء كبير من الاستثمارات وبالأخص من المنطقة العربية ويمكن شاهدنا يمكن الأيام الماضية كان فيه استثمارات سواء من جانب قطع أو من جانب الأمارات وكمان من جانب سعودية الكويت وغيرها من الدول العربية الشقيقة وكمان يمكن على مستوى الدول الأوروبية يمكن أن نرى فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى وبالتالي ده تحرك الدولة بدأت بها عن صندوق مصر السيادي فكر كمان أن العمل مش على مستوى الأصول بس لكن إزاي أن أنا عندي قطعين مهمين جدا اللي هي الزراعة والصناعة إزاي أن نحن في الوقت الراهن وفظل التحديات دي كمان الدروس المستفادة من الأزمة الحالية والأزمة السابقة مرتبطة بتاعيات كورونا إنها بتادي تفرد على الدول إزاي أن هما يوصلوا لمستويات أعلى من الاكتفاء الزاتي لأن الجزء كبير جدا من المشكلة للعالم كله دولاتي بيعيشها هو فكرة التضخم المستوى بمعنى أن أسعار السلع وبالأخص الأساسية والغذائية بتريد أن هي ترتفع بشكل كبير جدا على مستوى السرع العالمي فبالتالي تكلفة الإسترات بتزيد بالتالي معدلات التضخم بتبطيق أن هي ترتفع فالدولة دولاتي بتحاول أن هي تتحرك على الوصول لمستوى الأعلى من الاكتفاء الزاتي وإزاي أن نحن كمان نتخطى هذه المرحلة ونوجه وفرات للتصديق أكيد أنا باتفق مع حضرتك